انوصفت بقالة الزمن اللي رح تاخدك للمستقبل نظارة فيها كاميرا وسماعة ومساعد بيتفاعل مع طلبك فقط بأوامر صوتية شركة ميتا أطلقت قبل كم يوم نظارة أوريون اللي بتضم مزايا كتير الخطة بهاي الخطوة من الشركة هي إنشاء منصة حوسبة جديدة للمستهلكين بعد اللابتوبات والموبايلات هاي النظارة فيها تعرض مقاطع فيديو أو شاشات أو حتى أشخاص على شكل صور سلاسية الأبعاد من دوم ما حتى يستخدم الشخص خوزة للعزل بالإضافة لوجود كاميرا وسماعات ومساعد قائم على الزكاء الاصطناعي رئيس شركة ميتا لفيسبوك وإنستجرام مارك زوكربيرغ قال إنو هاي النظارة رح تكون بتشبه آلة سفر عبر الزمن لأنها رح توفر لمحة عن المستقبل اللي كلنا متحمسين نعرف كيف رح يكون شكله النظارة الصورية هاي بتاخد أوامر بالإيماءات الصوتية واليدوية وممكن الأفكار كمان هاد الشي عبر أجهزة استشعار دقيقة بترصد حركة العين والإيد كون هاي النظارة بيجي مع أسوارة كهربائية لاسلكية بتم تثبيتها بالإيد ليتم متابعة الحركة ونقلة للنظارة اللي بيجرب هالنظارة رح يحس إنو عايش بعالم الهولوغرام هاي النظارة ممكن تخليك تتعرف على بعض مكونات الطعام اللي موجودة بالصحن اللي قدامك كمان ممكن تلعب ألعاب مختلفة وكأنها واقعية مثل التجربة اللي عملوها على لعبة بينبونغ ومو بس هيك من ميزاتها إنو بتقدم تجربة محادثات فيديو ثلاثية الأبعاد وكأنه الشخص اللي عم تحكي معه موجود قدامك لو قدر مارك يوفر هذا المنتج بسعر بنافس الهواتف الزكية واللاكتوبات البعض اتوقع إنو يشوف كتير أشخاص رح يعتمدوا على هاي النظارة أنتو شو رأيكم فيها؟ هل فعلا رح تاخد مكان الأجهزة المحمولة والكمبيوترات؟ اشتركوا في القناة